أقول الخلافة الإسلامية فهو واهم لا يفهم حقيقة الإسلام لم يترك لنا الإسلام في تعاليمه وسنة رسوله ولم يترك لنا في تعاليمه القرآنية أن هناك نظاما للحكم لم يكن هذا موجود ودليلي على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات وقبل أن يوارى الثرى أدعوكم جميعا إلى قراءة ماذا جرى في صقفة بن سعيد أنا لا أريد أن أشعب لكن أقول اذهبوا فاقرأوا ماذا جرى تحت سقيفة بني ساعدة قبل أن يدفن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن وكان فيه خلاف بين المهاجرين والأنصار مين يحكم شوفوا الكلام اللي تقال سعد بن عبادة من الأنصار وشوفوا مين اللي تكلم من المهاجرين عمر بن الخطابة وبقر عبد الرحمن بن عوف وخلافه كان حديثا سياسيا كان حديثا بيتحدث عن سلطة سلطة سياسية وليست سلطة دينية فالنبي مات حينما قال اليوم أتممت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي وأتممت لكم الإسلام دينا دا كان الختام أنه أدى الرسالة أدى الرسالة اليوم أترككم هكذا تركان الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغوا عنها إلا هالك دا كل دا كان موجود ومات النبي صلى الله عليه وسلم ما قالشي أنه أنا فيه وريس ليه ما قالشي أنه فيه حاكم بعدي لكن ما جرى في سقيفة بن سعيدة عمل سياسي وارجعوا وقرأوا ماذا دار وماذا جرى اختاروا أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق اختار عمر اختار مباشر عمر اختار ستة اللي بعضه عمر كان بالتوريس إذن كل هذه الأساليب تنفع دين الإسلام لم يترك لنا منهجا أو مبدأا أو شكلا للحكم ما فيش واحد يقول الخلافة الخلافة هي الأساس في لا مش صحيح مش صحيح غير صحيح لم يوجد فيه الدين أو لم يوجد فيه قواعد الدين أو في الفقه الصحيح وارجعوا اللي عنده حاجة تانية يقول لنا